نسم كاملين مع حضراتكم فيه خبر اخر انبارح مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة وافق على طلب وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعديل شروط برنامج الاسكان الاجتماعي لمنخفضيه ومتوسطيه الدخل ومن هنا وافق المجلس على الاعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضيه الدخل بمساحات 75 متر مربع 90 متر مربع حسب الطلب الفعلي و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطيه الدخل بمساحات 110 و120 متر مربع وده في ضوء توجيهات سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء 250 ألف وحدة اسكان اجتماعي ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية اللي أخدتها الدولة مجلس الوزراء وافق كمان على مشروع قرار رئيس المجلس بدمج مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة في مصلحة واحدة هيكون اسمها مصلحة الخزانة العامة وسك العملة وافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجددها بهدف توطين الصناعة ده من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر